انا عندي صدود فضية من الطاعات شوف مع من تمشي وشوف السبل اللي خلق تصدع الطاعات لعلها معاصة تسويها اترك المعاصة حتى لا نصدع الطاعات لعلك تنهك نفسك بالعبادات المجتمعة ما تتروى فيها تأخذ بعض وبحسن ما تستطيع مثل عبدالله بن عمر لما قال اصوم يوم وافطر يوم قال ليه تلخط بالرخصة فانت لا تهجم على العبادات حتى تنفع منها اقتصد خذ ما تستطيع من العبادات عالم الله ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربونه في الارض يبتغلون من فضل الله قال فقرة وما تيسر منه قم الليل ثلاث ركعات ما بلازم احداش بحسب دوامك في الصباح بحسب قدراتك في الاذكار خذ بعض الاذكار يقوله بخلص كل الاذكار ساعة ونص اليوم الثاني ما تقولها ساعة ونص خذ الشيء لتستطيع حتى تداوم على العبادة فقليل مستمر خير من كثير منقطع والمنبتة لا ظهرا ابقت ولا ارضا قطع ورجل يجلد على ايش خيله بايش بالخيل ويضربون الخيل مسكين يجري يقوله بلحك صار يمشي بالخيل السرعة القصوى للحصان كم كم السرعة القصوى لا فيه 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 قاسوها الحصان السرعة القصوى كم له سبعين سبعين اسرع منه النمر الهندي يمشي مئة وعشرين كنا سيارة ما شاء الله الله يبارك كنا سيارة ايه مئة وعشرين ايه واسرع منهم الشاهين يمشي حول اربعمية كنا طيارة لكن اظن لما قالوا يمشي اربعمية الشاهين اظن لما يقصدون سرعة الانقضاء من قضعنا في ريسة ان هذه الجاذبية تساعد لكن كذا الله أعلم كم يمشي ايه طيب اذا هذا الرجل نسك خيل وصار يجلد فيه يبيه وصل بدري قام الخيل في نصف الطريق فرد لجيلين اربع قم كمل ماذي ذائد ليش لانه جلد عليه انقطع عن السير كذلك نفسك انت تهجم عليها احد عشر ركعة اذكار الصباح المساء كل لا تمسك النوي كل اذكار ساعة ونص تجي اليوم الثاني تلقى نفسك ولا سويت شي ليش ايه فاخذ ما تستطيع من العبادات حتى تداوم عليه نعم فهذا من السباب الصدود عن الطاعة من السباب الصدود عن الطاعة الرفقة السوء يقول لك انا في العامة بقى القرآن يقول خليك سؤلف معنا نشرب الشاي بعدين قرى القرآن لسيته الجمعة شف صاحب السوء يصدك على عمل لا تجلس مع اي واحد تجلس مع اهل الطاعة وعرض عن اهل المعصية والغفلة اللي ما يعرفون الموت ولكنهم بيموتون ها انا اذكرك في بعض المجالس كنت اذكر الموت والنبي قال اكثره قل يا الله سلام ايامنا قليلة معدودة انتقل اليوم الآخر قال بالله يا عليك الآن خلينا بسطين ها ماذا هذا ايه والله كنت اقول بالله عليك اعوذ بالله بالعكس يلني شرح لانه اذا كان مؤمن بيلقى النعيم اللي هو اعظم النعيم الدنيا في القبر بيستعجل قدموني قدموني